موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوما بعد اخر سادة الاكارم يزداد المشهد السياسي تعقيدا لا وجود لأي موازنة حتى الآن ولا وجود لأي رؤساء للتصويت على رؤساء اللوجان الأمنية وسط هذه الأجواء سادة الاكارم تخرج تغريدة جريدة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر يخاطب فيها زعيم التحارف الفتح السيد هذه العامري بنقاط جديدة وتحذيرات أيضا قد تكون واضحة وجريئة لأول مرة سادة الاكارم وناقش ملف الموازنة وكذلك رؤساء اللوجان النيابية وملف التربية وفضلا عن تغريدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مع ضيوفي الأكارم الناب عن الفتح السيد أحمد الكناني مرحبا استاذ أحمد ضيفا كريما وأيضا مع الناب عن المحور الوطني السيد ليس الدوليمي مرحبا سيد ليس استاذ أحمد أبدو إياك من خلال زميل المخرج جاهز التغريدة جيد نشوفها على الشاشة يا شباب حتى تكون واضحة للرأي العام وأيضا للضيوف استاذ أحمد بالمجمل العام هذه رسالة سماحة السيد مقتدى الصدر إلى الأخ المجاهد هادي العامري نلتزر الوقت لذكر تحالفت معك ولم أتحالف مع الفاسدين والميليشاويين وأني أظنك على العهد باقن ولتكون المقاومة من الحشد يدا واحدة من أجل إنقاذ ما تبقى من العراقي وشعبه المواطن أغلى من المناصب يعني رسالة واضحة إلى السيد هادي العامري تفسيرك لهذه التغريدة في ظل وجود اضطراب سياسي استاذ أحمد تفضل تقرأها؟ قرأ لكها؟ دعنا نقرأ زمي المخرج هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض أفتح وبين بعض أفراد البناء من سياسية السنة لشراء الوزارات وبأموار ضخمة وبدعم خارجي لا مثل له أخي العزيز اتفقنا سوية أن يدار العراق بطريقة صحيحة وباسلوب جديد يحفظ استقلاليته وسيادته وتعهدنا أن نستمر سوية حبا بالعراق وشعبه فإما أن نمضي سوية على ما اتفقنا أو أن يأخذوا كل مغانمهم وبأي أسلوب يشاءون وتحت أنظار الشعب أو أن تحاول إصلاح ما يقوم به من هم تحت جناحك البناء كما عهدتك فإنك لا تجامل على حساب الوطن وهذا اللي قرأت الأخير فضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وليضعيكم الأخي النائب أستاذ ليث ولمشاهدي قناتكم الكرام طبعا يوم كل أبناء الشعب العراقي يرفضون هذه المساومات وموضوع الفساد لأنه حقيقة الشعب العراقي ما عاد يتحمل طبعا هي التغريدات سماحة السيد يعني دائما هي تصريحات يعني نقول تتناغم مع الواقع اللي يعيشها أبناء الشعب العراقي لكن اليوم أعتقد هي تغريدة حادة جدا نتمنى من سماحة السيد أنه يضع النقاط على الحروب ويوضح يعني إحنا إذا حقيقة هذه التغريدة تنطئ انطباع أنه نواب الفتح حسنا هم مش قد يعني 58 أو 59 تنطئ انطباع لدى جمهور أغلب نواب الفتح بهذه صورة لا احنا قاعد نشوف نواب الفتح أغلبهم ناس كان لهم تاريخ مشرف خصوصا في مشاركتهم في تحرير أراضيهم ومشاركتهم مع أخوانهم في فصال الحشد وقواتنا الأمنية لهم حقيقة تاريخ يعني لا أعتقد أنه جوز أن نعمم مضافا إلى أنه اليوم احنا من نشخص نقول النواب السنة نعطي انطباع أيضا سيء على شريحة مهمة ومن سمتها المرجعية أنفسنا فأعتقد أنه السيد الصدر عودنا على شجاعته كان من المفروض أن يسمي الأسماء بمسمياته حتى حقيقة السيد هذا العامري وأيضا كل البرلمان يضع يده بيد السيد الصدر والسيد العامري من أجل الخلاص من هذه الحقيقة الأشياء قد سمحت السيد مثلا ما يريد يسمي حتى ما يعقد المشهد بشكل لا هو هو شيء أنا أعتقد بهكذا كلام سوف يعقد المشهد المشهد هو بالأساس معقد معقد يعني وهذه التغريدة تعقد المشهد نسمع كثير من الأمور والروايات أنه هذا المنصب بيع بكذا ورئيس المجلس النواب بيع بكذا حقيقة احنا بشكل واقعي ومنموس ما لمسنا هذا الشيء لكن بسبب مرة يصر عن طريق فيسبوك مرة عن طريق سياسيين فاشلين لا يوجد هكذا أمور لا بيع مناصب ولا شبتم عنكم مثلا ما لمسنا يعني هسا لو بيع مناصب لو بيع مناصب أنا أعتقد كان أنه مثلا هسا الجدال حول وزارة الدفاع زين أنه فضائيات وفيس نشروا أنه هذه الوزارة وسط سعرها كذا مبلغ يعني هو لو موضوع حلوش كان حسن من زمان ترى مصحي يعني بالمنطقة الخلاف سياسي احنا حقيقة اليوم بأمس الحاجة بأمس الحاجة أنه نعيد ثقة المواطن العراقي بالعملية السياسية احنا مو نعيد ثقة المواطن العراقي بالنواب والحكومة لا هي كعملية سياسية والدليل أنه اليوم المواطن العراقي محبط وما لا رغبة بموضوع العملية السياسية هو عدم ذهاب لصناديق الاقتراء لأنه حقيقة نسبة المشاركة كانت دون مستوى المطلوب أو بشكل متوسط فهذا قطع انطباع أنه اليوم المواطن العراقي ما عنده ثقة بالعملية السياسية وما عنده ثقة بالنواب وما عنده ثقة بالحكومة ممتاز أعتقد أن يوم محدة من المواطن لأنه لازم نطي أو نطي المواطن ولازم يسمي الأسماء بمسميات بضبط استاذيذ حياك الله ضيف كريم يعني السيد الصدر بشكل أو بآخر لسياسية السنة يعني أنتم في المحور الوطني ربما هذه التهمة أو هذه الرسالة أو هذه التغريدة توجه لكم على اعتبار أن هو مو شرط هو مو شرط لكن كمه هو الوطني يعني كلام واضح بضبط هو يعني بعض أفراد البناء يعني هناك صفقات ضخمة ضخمة تحاك بين أعضاء فتح ممتاز أعضاء فتح يعني مو وبين وبين بعض أفراد البناء من سياسي السنة يعني أولا من سياسي السنة بضبط يعني هو التهمة الأولى وجهها لفتح ثم بعد ذلك لبعض يعني مجمل التحالف البناء طيب من سياسي السنة وخصص هنانا خصص أي هنا المشكلة فدخلت بإطارين إطار حزبي وإطار مكوناتي يعني ما رح نفهم أنه موضوع الطائفية يعني أصبح موضوع بعيد نعم وبأموال ضخمة يعني بصراحة يعني حملة شرسة وجهت إلى العملية السياسية الحالية منذ بدايتها أولا الوجوه التي أجت لمجلس النواب والتي أنتجت حكومة وأنتجت رئاسة جمهورية جميعهم تعرضوا إلى هجم شرسة واتهامات بالتزوير وطعن بالمفوضية يعني وللأسف أن من قام بالطعن أغلبهم والأكثرية هم من القيادات التي كانت موجودة من الزعامات من الزعامات ما بين وزير وبرلمانيين ومسؤولين كبار بالدولة وقادة سياسيين فبالنتيجة أساءوا إلى سمعة هذه الدورة رغم أنه أحنا وجدنا من خلال اختلاطنا مع زملائنا الآخرين سواء في الفتح أو سائرون أو المحور أو الأخوة الكرد يعني والله لقينا ناس جاية فعلا بضمير وبصدق وتريد تغير وتريد تخدم طيب وبيناتنا انسجام جيد متفقين على منهج مختلفين قد أو متنافسين في التوجهات الحزبية لكن احنا كنا متفقين أنه فعلا نريد نغير واقع البلد وننقل إلى إلى مستوى أفضل ونريد نعالج المشاكل الموجودة ونريد نحارب الفساد اللي موجود على السنوات السابقة هذا مو دليل أنه احنا ضعاف أو أنه احنا مقادرين عندما نحاول أنه نبحث وندقق ونحرص بعد هذا بعد ما فضت صادقة المحكمة على النتائج المفوضية عادت انتخاء تدقيق طيب هذا ربط إلى ربط بالتغريدة إذا تسمح لي فهذا كل الحملات الفيسية العجيبة اللي شنت على أغلب النواب في دورتهم الحالية رغم أنهم نواب جدد وأنا في يوم الأيام في لقاء على هذه القناة ومع برنامج لجنابك قلت لك بس خلي المنطق نتكلم بالمنطق اليوم ليث الدليمي لو أستاذ أحمد الأسدي لو الأخوة النواب في سعرون الوجوه الجديدة لو الأخوة الكود للوجوه الجديدة أقوى لو مقارنة بالوزراء والبرلمانيين واللي كان هم أصلا في السلطة يمتلكون المال ويمتلكون السلطة ويمتلكون كل مقومات القوة والنجاح عفوا إذا تسمح لي وهذه مهمة أرجوك بس المداخلة حتى خلي أكمل الفكرة فبالنتيجة أكيد من يمتلك الزعامة والسلطة والمال هو أقوى فشون نتهم نحن بالتزوير ونحن بعدنا كل شيء ما عدنا مقومات أنه نضغط على لا على مفوضية ولا نزور انتخابات ولا إنما يجينا باستحقاق حقيقي لجماهيرنا اللي خرجت إلى صناديق الاقتراع بنسبة هالضئيلة وقدروا أنه يجيبون بنسبة عالية أخو مو الكل نزين ولا نقول لك الانتخابات مية بالمية نزيها لكن بنسبة عالية صار التغيير بحدود ثلثين البرلمان والوجوه اللي ما فازت ما احترامنا للي ما حالفهم حظهم جيدين نحن ما نقول كلهم سيئين طيب لكن الوجوه فلذلك عملية الطعن هاي الدورة تتعرض لها أستاذ مو طعن بقدر ما هي لا حد بس اسمح لي السيدة صدر لا يتحدث بغيبيات أستاذ إذا تسمح لي أحنا هنا تعرضنا في تشكيل الحكومة أيضا قالوا رئيس البرلمان رأينا ننتخب السيد الحلبوسي أعطى اتهمه للأخ أبو مازن قال أبو مازن واقف قاعد في ركن المجلس ويوزع ملايين الدولارات ويشتري ذمم ويوقع أصوات وياخذ حتى يجيب الحلبوسي أصلا أبو مازن كان منافس للسيد الحلبوسي وبعدين انسحب وعلى الانسحاب وقال والانسحاب صار بصفقة 30 مليون ورد وقال وانسحب فلان بكذا يعني بحيث من تجمع مجموع الأموال التي صرفت لو كان الكلام صحيح فوق المئة مليون دولار مصروف على منصب إذا على اتهامات الباطنة هذا كلام غير صحيح لذلك اليوم نفس الحملة نستغرب من سماحة السيد ونكون له كل التقدير والاحترام أنه تبنى أحيانا معلومات عنده ونحن واثقين أنه المعلومات يعني عسب رؤيتنا وعسب ما نقعد بها ونسمع ونشوفها هي مشابه المعلومات التي هجمنا بها من قبل خصوم وستيد الصدر ليس خصما الطالب تطالب سيد الصدر بذكر الأسماء مثل ما طالب استاذ أحمد موطفه إذا كان نتمنى أنه يحدد لأنه الإساءة أصبحت على الجميع هل يحدد يقول يابا فلان وفلان نسوين كذا أمن السنة إما يكون من السنة أو من الشيعة أو من نحن تحالف تحالف كبير اليوم تحالف البناء وضعنا ثقتنا ببعضنا كشراكة نحن ليس تحت جناح أحد نحترم السيد العامري ونكون له كل التقدير لكننا شركاء مع السيد العامري اليوم نحن تحالف كبير اسمه تحالف المحور الوطني ممثل لمكون كبير ممثل لمحافظات منكوبة يمثلون أهلهم عدهم مجهة نظر عدهم برنامج تطابق برنامجنا مع برنامج الأخوة في البناء وتوحدنا على هدف إنقاذ العراق والانتقال بيلا إلى مرحلة جديدة وضعنا أيدينا أيضا بأياد الأخوة في سائرون واخترنا تشكيلة متكاملة اخترنا النائب الأول نحن من صوت له أيضا فشكنا في وقتها رئاسة البرلمان رئيس ونائبيه جيد فلذلك نحن نؤمن بالشراكة الحقيقية المبنية على الاحترام وعلى التحقق من كل المعلومات التي ممكن أن توصل رد واضح أعتقد أن السيد الصدر أعتقد أن السيد الصدر أن تحقق من المعلومة سيجد أن هناك بعض المعلومات التي وصلت إليه يعني ممكن أنه يعني ليست بهذا الوصف وليست بهذا الدم جيد رد واضح أستاذ أحمد من الأستاذ ليث دعونا ندخل بالمفيد هناك من يفسر أستاذ أحمد أن تغريدة السيد الصدر تدخل رسالة واضحة أنه خلاص يا سيد هذا العامري بدلنا فالح البيض خلاص خلاص انتهى الأمر يبدو أن عقدة الخلاف تكمن بهذا الشيء هل لديكم مرشح بديل وتسوية كما تتحدث أيضا تسريبات أن تتسوية سيد قاسم العرجي طبعا لازم يعني تعرف حضرتك والجمهور الكريم يعرف أنه السيد فالح الفياض هو مرشح البناء وليس الفتح وتعرف الفتح البناء اليوم تكون من كتلة البناء أو تحالف البناء يتكون من الفتح ودولة القانون المحرورة الوطني وعطاء وبعض الكتل يعني الصغيرة أعتقد اليوم بعد أنه هناك من الكتل طالبت بالسحقاق وهذا شيء يعني 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 محترم مزين ودعمة السيد عادل عبد المهدي بموضوع أنه رشحت لأكثر من المرشح مزين اليوم الأخوة في عطاء باعتبارهم جزء من البناء مزين رشحه السيد واحد من المرشحين هو السيد سيد الفياض مزين فبالتالي هو السيد يعني عادل عبد المهدي هو متمسك ببقاءه يعني السيد عادل عبد المهدي لحد هذه اللحظة متمسك بورقة السيد فالح اليوم من ذكرناها أيضا في فضائيتكم نتمنى من السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يخرج إلى الملأ وأمام وأمام الإعلام أنه يقول أنا مثلا مضغوط علي في موضوع تسنم السيد الفياض أو ترشيح السيد الفياض لوزارة الداخلية أعتقد اليوم الكرة في ملعب السيد عادل عبد المهدي هو من يحسم الموضوع كتلة البناء لحد الآن مرشحيها اللي صار عليهم اعتراض واضح يعني غيره مجموعة من الثقافة أعتقد ويمكن التعليم العالي الثقافة نازلت عليها والتربية عموما يعني سهلا نتكلم بالعموميات إحنا هسا اليوم مطلوب بنسيد سيد الرئيس الوزراء عادل عبد المهدي طيب أن يخرج أمام الملأ ويقول أنه أنا الجهة الفلانية ضغطة علي اليوم الأخوة في عطاءهم هم تمسكين في ترشيحة في حالة في حالة أنه السيد عادل عبد المهدي طلب أنه يستبدل بمرشحة آخر أه أعتقد كتلة البناء يعني ما عندها مشكلة ممكن أنه ترشح مرشحة آخر حتى نمضي باستكمال الكارينة الوزارية أفهم من كلامك أن سيد عادل عبد المهدي هو الذي يتمسك ومتمسك بالسيد فالح طبعا حتى اللحظة ما طلب منعكم بشكل رسمي بديل يعني حسب المعلومات المتوفرة عندنا كانوا في تحالف البناء ممتاز لحد الآن السيد عادل عبد لم يطلب من قيادات البناء أن يقوموا بتغيير السيد الفياض يعني طلب تغيير السيد وزير المرشح وزارة الثقافة تغير أعتقد مشكلة وزارة التربية هي للبناء أيضا أي يعني للبناء أي يعني للبناء خلن نقول أعتقد تم تسوية الموضوع أو تغيير يعني صار اتفاقات معينة اليوم أيضا يعني ليش نحن متحملين هذا يعني هاي المشكلة وهذا العبد هذا التاخل من يتحمل استاذ أحمد تاخل الداخل والدفاع من يتحمل إذا كان سيد عادل عبد المهدي إلى الآن ما نقدم طبعا يعني موضوع الدفاع يختلف الدفاع الدفاع يختلف إذا لم يقضي السنة اليوم الدفاع من السحقاق المكون مكون ما أو مثلا نقول المحور الوطني والوطنية صار اتفاق يعني حول حلة يعني صار عندنا مرشحين ممكن أنه يمشون ونمضب أما موضوع حقيقة اللي يعتبر هي العقدة الأساسية وزارة الداخلية والسيد الفياض هس السيد الفياض هو ما يشكل يعني فد مشكلة كبيرة يعني أنا أعتقد اليوم يطلب السيد عادل عبد المهدي بتغييره سوف يستجيب البناء ليش لسبب 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 لأنه البناء والعمار والإصلاح وحتى الكتل الكردستانية هي اليوم دائما السيد عادل عبد المهدي إلى أبعد حدود بقوة بقوة فبالتالي اليوم أنا ما ممكن يعني في تحال الفتح أو المحور أو حتى سائرون جيد أنه نقف حجر عثرة في طريق استكمال وزارات أو نكون سبب في فشل وزارة السيد عادل عبد المهدي لأنه إذا فشلت هذه الحكومة وفشل للجميع ممتاز أستاذ ليث حروشته على كل المناصب مبدئيا بمعنى أنه رئاسة البرلمان المحور الوطني التربية أيضا للبناء ولمحور وكذلك وزارة الدفاع لاعقين أياد علاوي والوطني أستاذ ليث شون قضيتكم بيش لحقي على منصب وزارة الدفاع أياد علاوي يتحدث أنه منصب وزارة الدفاع من استحقاقنا نحن من التدقول بسهولة لأنه نحن تدري موضوع المحور حاسم أمره أولا لدينا آلية إدارية ناجحة اختيارنا للوزراء كان سهل جدا طرحنا مرشحين ومرشحين لم يفرضناهم على الآخرين إنما عرضناهم لأخواننا الآخرين باعتبار أنه لم نحن وحدنا بالبلد والوزير الذي سيأتي لم يأتي للمحور حصرا لا لكل العراق وشاركنا بهذا البلد يعني طوائف وقوميات وأحزاب كثيرة متشاركة يفترض أن تتفق على شخصية مع الوزير الذي سيبسك وزارك ممتاز لذلك طرحنا مرشحين ومرشحين حصلوا على الثقة والدعم من أول جولة المشكلة أنه في طرح الشخصيات تم طرح شخصيات نكون لها كل الاحترام لكن ما حصلت على ثقة الأخوة الآخرين في شركائنا في هذا البلد والأحزاب المشاركة لذلك يفترض أنه الاختيار الصعب هو هو اللي يوفر أنه أنا ما أجيب شخص ما أفرض شخص ألا فلان وفلان على اعتراض والله فارضين أحمد الجبوري سليم الجبوري الرجل السليم الجبوري هذا بالجديد صارت سليم الجبوري نحن بالبداية كانت مجموعة أسماء ثم هو مو نحن اللي نطرح الأسماء وزارة الدفاع اليوم صارت تقسيم الإداري أو صارت تقسيم الوزارات الوطنية في الإصلاح زين يعني لو تحسبها أنت فالوزارة الدفاع رحت للإصلاح إذا تحسبها بهذه الحسابات وما تخلي لأنه الوطنية لكن احنا اتفقنا مثل ما احنا احترمنا إرادتكم وخلناكم تشكونون شركاء في اختيار وزراء يمثلون المحافظات المنكوبة ويمثلون محافظات العراق الأخرى البناء ما فرض إرادته على الأخوة في الإصلاح ولا فرض إرادته على الأخوة الآخرين كل الوزراء اللي انطرحوا سواء يعني احنا ما صوتنا على الأخوة في مرشحين المرشحين اللي كان عليهم مقبولية من القوائم الأخرى ما عدنا احنا اليوم نريد نبني بلد نريد نطور نريد نشتغل صح لازم نجيب شخصيات مقبولة الخلاف داخلي الخلاف داخلي دكتور عياد عنده شخصيات ممتاز عندهم شخصيات يعني بقية أحزاب الوطنية يعني دكتور سليم أحد المرشحين المطروحين مطارح نفسه بقوة أريد واحد بقوة أستاذ ليس اللي مصرين علي اللي مراهنين علي يعني مثلا احنا طرحنا حملة توقعات لأستاذ أحمد الجبوري من الموصل قال له هذا نائب ما يصير قال له نائب ما يصير فرصة سعيدة بعدين تم طرح هشام الدراجي وهشام الدراجي رجل مهني رجل عسكري محنك وأيضا صارت اعتراضات ومن حسم أمره تم طرح من قبل أحد الأخوة أو أحد الحزاب في الوطنية أعتقد السيد الجربة فيصل الجربة وأيضا حصلت عليه بعض الاعتراضات لأن تدري أنت اليوم هل أنه هذا وخصوصا السلك العسكري عاجز أن يأتي بشخصية عسكرية قادرة على أن تمسك زمان أمور وزارة مهمة مثل وزارة الدفاع العراق مليان العراق مليان لكن المشكلة أنه يقول لك أنت لازم تنصف أخوانك الآخرين اللي يتحالفوا الإصلاح ومنه الديداعي بالإصلاح يعني الأخوة سائرون ديداعون بالسنة اللي موجودين في الإصلاح أرجع للنسبة ممتاز شوف نسبة شوف نسبة السنة في الإصلاح مع نسبة السنة في البناء خوش تلقى هنا 53 وتلقى هناك ما يتجاوز عدد 10 لكن مع ذلك احترمنا الإرادة واحترمنا أخواننا وريد نقولهم يا با ما عدنا مشكلة لكن اختاروا صح ممتاز السيد هذا العامري ما عرف ممكن سمعكم طالب رئيس تحالف الفتح سادة الكرام هذا رد من رئيس تحالف الفتح سيد هذا العامري تحدث قائلا طالب بإرسال ما لديه طالب السيد هذا العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإرسال ما لديه من معلومات بشأن فساد بيع المناصب لمتابعتها ولمتابعتها مع القضاء وأكد عدم المساومة على الوطن إذن السيد هذا العامري يطالب زعيم التيار الصدري بوجود الأسماء وإرسال الأسماء يعني نفس ما طرحنا نفس ما طرحتو تقريبا يعني كل أمور واضحة هذا اللبس على الشعب العراقي كل زي يعني شغلت الإيجارات مع البرلمان لما صارت حاولوا أنه بعض الناس أحنا أعلننا مشروعنا في مكافحة الفساد زي في معالجة هذه المشكلة لكن اليوم نحنا من إجينا ما سنينا قانون جديد تعالوا وإنطلنا إيجارات أو نطل لا نحنا في بغداد محرومين بالإيجارات يعني في بغداد نواب بغداد نواب بغداد محرومين نواب بغداد يعني داخل أمانة بغداد فمحرومين هم الناس لكن المحافظات يعني اللي يأتي من البصرة واللي يأتي من الموصل واللي يأتي هذولي أصلا مو بهاي الدورة بالدورات السابقة لهم بدلات إيجار تقدرون تلغون هالقرار ممكن كل شيء ممكن كل شيء يعني هذا الشيء ما موجد لكن على أن لا يكون على أن لا يكون يعني هذا الموضوع يعني بهذا الأسلوب التشهير والحملة التي يعني اللي شنوها على برلمان والسيد رئيس البرلمان السيد رئيس البرلمان رجل واضح يقول لك الآن اليوم حتى ينجح البرلمان في أداء دوره الرقابي حتى يحافظ على أموال هذا الشعب وحتى يقدر يأدي دوره ويستقبل المواطنين ويفتح بيته ومكاتبه لخدمة المواطنين والشعب العراقي لازم شي يسوي لازم يكون هو بداخله أولا مكتفي ومستقر لأنه يترك كل أعمال الأخرى ويتفرع إذن القانون القانون قابل للتغيير واللغا كل شيء ممكن كل شيء ممكن الوصول لا تسمح لي أرجع أستاذ أحمد وردك هذا مهم جدا هاي فقرة مهم بما أنه فتحناها وممكن أستاذ أحمد يشارك لن رئيس هاي النقطة الرسلية أحنا بدأ يصير يعني للأسف حملة من الفاسدين اللي يخافون من قوة البرلمان الحالي منهم الفاسدين الفاسدين على مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة اللي باقوا من الشعب العراق ومن قوة الشعب العراقي زين هذه الحملة وراها ناس تدفعها من أجل استهداف المؤسسة التشريعية الرقابية الأولى في هذا البلد وهي المؤسسة البرلمانية البعض من البرلمان أخطأوا في الإسلوب لكن لا نطعن بهم ممتاز أخطأوا في إسلوب الإضاحة أخطأوا في إسلوب التعبير باللعليك سمح لي أستاذ أحمد تتفقوا يا في قضية الإيجارات وهذا اللغط اللي صار وريدك تجاوبنا أيضا على قضية الخلاف على الرؤساء اللجان النيابي نعم موضوع حقيقي الإيجارات هو ليس جديد يعني كما هناك تغييرات كثيرة والفيسبوك والحملات هو صار ولا لا حتى بعض الفضائيات هو ماكو تصويت ماكو تصويت اسمعوا يا ناس ممتاز ماكو تصويت جديد ماكو تصويت جديد يعني إحنا سمعنا تغييرات من بعض السياسين أنه كفاكم تصويت لمصالحكم لحد هذه اللحظة البرلمان ما قاعد صوت لاني مصالحه يعني كل شغل البرلمان صار في هذه الفترة هو موضوع اختيار رئيس الجمهوري اختيار رئيس الوزراء التصويت على الوزراء اختيار اللجان هذا المو ماكو نهائيا استضافة استضافة السيد محاضر البنك المركزي نعم مضافا إلى استضافة السيد وزير المالي لمناقشة الموازنة كل ما حدث في هذه الفترة من خلال يعني العمل عمل مجلس النوار لم نناقش أي قانون طبعا وإحنا تشوف البرلمان العراقي ينظر لوضع أو حالة الشارع العراقي إحنا ندر يوم الشارع العراقي محروم من أبسط الخدمات بسبب فساد الطبقة السابقة الحكومات السابقة لأن لا يمكن إنكار أن هناك فساد إدارة وماري بسبب المحاصصة في الحكومات السابقة جيد هذا حقيقة كله أدى إلى أن المواطن العراقي من حقه اليوم يشعر بالغبن جيد فأنت مو من المنطقي والمعقول يجي مجلس النواب يشرع لامتيازات في هذه الفترة لا على الأكس احنا اليوم ضد كل الامتيازات بما فيها امتيازات التي يتمتع به TensorFlow مكرر يتمتع به نعم موقف هذا يسجل لا 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 ضد كل الامتيازات التي يتمتع به الوزير والوكيل والمدير العام ورئيس الهيئة وكل الشخصيات وحتى السلطة القضائية اليوم تتمتع بامتيازات خيالية فإحنا من نريد أن نفتح هذه الملفات حتى يقول لك أنت اليوم كيف ما حصل الشيء لا إحنا اليوم يجب أن نراعي وضع الشارع العلاقي في حالة أنسة في أغلب دول العالم اليوم مثلا توضع امتيازات للنائب والقاضي حتى شنو تحفظ وضعه وحتى أنه لا تكون أنه خلي نقول ردة فعل الصير مثلا لا لا مو ردة فعل يعني ما الصير عنده يكون مكتفي نعم يكون مكتفي مكتفي ماليا حتى أنه يقاوم موضوع الرشوة والفساد لأنه أنت يجب عليك أنه اليوم تخلي وضع إحنا اليوم بقاعد نشوف امتيازات مدير عام صار لثلاثة طعام السنة عنده امتيازات مطبيعية أشقد توصل أستاذ أحمد أحساني أنا ما أحكي عن راتب لا امتيازات الراتب يجوز ثلاثة أربعة بس انت تعال شوف للنثريات شوف للسيارات أشقد توصل كأرقام تقديم يعني والله ليش بالتحديد بس انت تجي مثلا مدير عام عندنا ثلاثة مئة مليون بشار تم اختيار النواب وتقسيمهم وتوزيحهم على اللجان وفق طبعا الرغبة والاختصاص أغلبها تم التوافق عليها واختيار اللجان وقسمت وتم دمج بعض اللجان أعتقد يعني إن شاء الله المفروض بالأيام القادمة يتم كل لجنة تختار رئيس ونائب ومقرر شنو معايير الرئيس؟ طبعا ها أنا أقول لك يمك رئيس لجنة النزاهة مبارك مبدأي وحدة من المعايير اللي أنا ما مختمع بيها فضل فضل طبعا إذا نيجي على موضوع الانتخابات فهذا يكون أفضل وحدة من معايير الانتخابات أفضل جيد طبعا أفضل وحدة من المعايير اللي كان معمول بيها سابقا إنه إذا الوزارة مثلا بيها وزير سني لازم رئيس اللجنة يكون شيعي وهذا حقيقة شي غلط لأنه الحمد لله وشكر حتى بالتحالفات اللي موجودة والعمل داخل البرلمان تجاوزنا موضوع الطائفية فما نريد نعيدها هاي الدورة آني طبعا أنا أتمنى أتمنى إنه ما نخلي هذا الاعتبار إنه اليوم مثلا وزير الداخلية أو وزير الدفاع سني أخلي رئيس لجنة الأمن والدفاع مثلا شيعي أو اللجان كثيرة سان النزاها مثلا أخلي سني أو القانونية أخلي شيع ونقاف غيرها والنقاف الثقافة نحن نتمنى نتمنى أنه نضع موضوع المعيار الأساسي هو الكفاءة والقدرة على الإدارة لأن تعرف اليوم كثير من النواب يتواجدون في هذه اللجان حقيقة يعني ما عندهم الخبرة الكافية هل أنت مع صعود رؤساء اللجان متهمة بالفساد؟ بصراحة لا أكيد لا ممتاز راح ترفضون هذا الشيء؟ طبعا إحنا اليوم قلت لك وحدة من مهامنا نريد نعيث ثقة المواطن العراقي بسلطة التشريعية ممتاز وشون نسمع شخصية شخصية متهمة بفساد أو ملف آخر أن نكون برئاسة لجنة معينة لا مقبول هذا تتفق أستاذ ويا بها المعاين؟ يعني هو هذا بالتأكيد مال الفاسدين وغيرها نعم يعني أنت لو أحد ثبت علي الفساد أخوه مولد جمال فساد لا ما يثبت عليه بوثائق أن هذا الرجل كان علي ملف فساد أو عليه دعوة أو عليك بالفساد هذه مشكلة مشكلة ممتاز في قضية الأستاذ ليث تتفق مع طروحات أستاذ أحمد في قضية عدم التصويت أنه مرح تصوتون على أي مخصصات وأي امتيازات اللي اتفقوا يا أستاذ أحمد قال إحنا جاينا بهذا العهد مثلا ستتكون بالصورة وتجاوبني أيضا حتى قبل أن تلبرنامج بعد 20 دقيقة تقريبا ملف التربية أرجوك لأن كل شي مهم ماشي موضوع امتيازات النواب يعني أحنا بصراحة في بلد مثل العراق النسبة العالية من النواب اللي فازوا هم كانوا مواطنين ووضعهم المادي مسحوق بصراحة كثير منهم النواب كثير من النواب هو مواطن أصلا إما موظف بسيط موظف بسيط يعني هو قبل أن يكون نائب وكان مواطن مو تقول من الطبقة اللي أثرت من سابقا أو الناس اللي يعني أو بعضهم تجار أو بعضهم إمكانيات زين المواطن هذا جاي من محافظة بعيدة طيب فمن إجا من هاي المحافظة هو وضع المادي جدا تعبان وأهله、ناسه ومحافظته تريد من عنده خدمات تريد من عنده يراقبلها إمم وتريد من عنده إنجازات تريد من عنده يحافظلها يعني يحافظلها على أموال هاي المحافظة يتابع المؤسسة الفلانية والدائرة الفلانية ويجيب لهم تعيينات ويجيب لهم تبليط ويجيب لهم معالجة البيئة ويجيب لهم essential ومي صالح للشرب وميسيقي وهذه الجولة عفنا من كل شيء هذه الجولة ما ردلها مصروف أنا دي أحكي بالمحافظات إحنا ببغداد ما عدنا هاي السالفة الحمد لله إحنا خلصاني من هاي السالفة فهذا هذولة والبمحافظات مداخلة بثواني تدري عندنا بعض النواب أسألهم أنتوا هاي الفترة من محافظات ليش ما أجيتوا تقول لك ما عدنا نجوز تكاليف الفنادق أستاذ أحنا نواب المحافظات يعني بدأوا يتغيبون من بعض الجساد تسألهم أنت ليش من تغيب لأنه فاتح بيتك قال يا أخي تكاليف أنا أجيب لي أربع خمسة وبالفندق ما أقدر فراح أساوها بين سطر والسطر إيش يقول لك عجيب ما عنده مكانية لا يعني ما عنده راتب سؤال مدين قم راتب مثلا بصراحة أنا بصراحة قد أختلف مع أخي أستاذ أحمد في هذا الموضوع هو معذر النعب اليوم المواطن أمنني أن أكون تروح بالضبط أنا أروح أدافع عنه أروح أشتغل عماله أشاركه كذا اليوم اللي بيتجلسه أحضره واليوم اللي بيتجلسه أروح لكن لكن هل أنه كفاءتي في عطائي لخدمة النائب وأبقى عيوني مفتحة لخدمة الشعب وأبقى عيوني مفتحة وأذاني وكل جهدي وعوف عائلتي وعوف مصالحي من أجل أن أحافظ أخي يقول لك ما عنده مكروة ما أستاذ أحمد لا تسمح أكو راتب أكو راتب يصرف للنائب هذا الراتب يعني يعالي الجزء كبير من واقع المعيشي يختلف عن رواتب الموظفين لكن لا يختلف كثيرا عن رواتب المدرع العامين وأقل من رواتب بعض المسؤولين في الدولة أصلا يعني راتب النائب أقل من راتب كثير من بعض المؤسسات في الدولة العراقية أحنا اليوم والله أنا خاف أسألك تتوجه مرأي العام يعتقد راتب النائب يصل إلى أربعين وخمسين وثلاثين مليون هو كله سبعة مليون سبعة ونصف سبعة ونصف مليون يريد يضم خمسمائة لا أرضمها لا أستلم راتب أبدا لا والله اتفضل لأنني لا رحل على الراتب ملتين والله ما رحلت أنا أكو ناس يعني متختلف أنا أمم حال أكو نواب يتضم راتب يروح حتى يكمل شغله حتى يقدم ناسه سفر أروح تجيتها كل طيران زين إذا يريد يروح بالشهر مرتين لها لا نقول أكثر هم حسبها أنت كلفة الروح والجيش قد تخب زين مع ما موجود من جماعتهم زين مكتبهم باعتبارهم وأغلبهم جابوا من محافظاتهم مكتبهم ممتاز حتى يروح هناك ينتقل المواطنين حتى ننتقل لملك التربية بالنسبة لنا مع هذا نحن مع أنه تخفض جميع الامتيازات على جميع مسؤولي الدولة بدون استثناء بدون استثناء من رئاسات أخو جمع تواقع بهذا الشيء هذا الموضوع إذا حسا صار رح يقولون صارت فعل ألم ودنه وحشينا على رواتب النواب لذلك أحنا هو في برنامجنا أصلا وهذا ما تكلم به السيد رئيس مجلس النواب قال أحنا يفترض أنه اليوم يعني قانون الثلاث ملايين هو مو ثلاث ملايين مقطوعة على أن لا يزيد إيجار العقار ثلاث ملايين يعني خلوك أحد أعلى ممتاز ممكن يكون خمسمائة ألف ممكن يكون مليون حسب وين القبيعة هذا واضح أنت تقلع التربية دقيقة معدي وقت ما يخالف هذا الموضوع مهم جدا لأنه صارت به سائل مؤسسة تشريعية وحاولوا والبعض أنه يصورون حتى باتش العقبة إذا واحد من الأخوة البرلمانيين رادي راقب واحد عنده فساد أو شبهة فساد يقول لك يا بأنتو هم سوتوا كذا ليه قدام يحاول يطلعون هاي المؤسسة اللي جايها محترق قلبها على شعبنا يريد يسقطوها في نظر الشعب وهذا غير صحيح احنا جايين بضمير حي نريد نعالج ونريد نبني وإن شاء الله نبني ممتاز على ملف التربية ملف التربية اللي صار بلغط أيضا دور مجلس النواب مع صلاحيات التربية مع صلاحة مجلس المحافظة والناس على الطالب الطالب أستاذ نيتين جوع الشباب أستاذ أحمد لا عما لدي يقول حقيقة والله للأوالح شباب نعرفه يقول أصواتنا وصلوها إذا بحلقة الثامنة لي أخوي لأن الموضوع صار بدون ملح حقيقة يعني يعني احنا من خلال يومين الأخيرة هذا اليوم الثالث عفوا تابعنا ملف وزارة مو وزارة التربية ملف التربية زين إدارة يعني ملف التعيينات في هذه المؤسسة لأنه اليوم تقول تربية بس الصلاحيات مو بيد الوزارة الصلاحيات انتقلت للمحافظات زين فلقينا شبهات فساد قوية جدا وين يعني عندما يصدر أمر تعيين لمحاضر في مدرسة و بعدما يصدر الأمر و يتبلغ و يفرح هذا المحاضر بعدين يحس أنه الأمر ما للغة وصدر وراح صدر لشخص آخر شا تسميها زين شا تقول هذا الإنسان هو دا يدرس و دا يدرس و محاضر و يجي شخص آخر يأخذ الدرجة في نفس المدهسة اللي هو بها محاضر و يأخذها غير شخص و بعدين بعد فترة يجي داوم ذاك و ورا فترة بسين لقينا من بغداد أكو ناس يعني من غير محافظات يجي يتعينون في بغداد و خصوصا مناطق أطراف بغداد يتعين بعد ما يأخذ الدرجة و شهر شهرين أكثر عنده واسطة راح نقل بغير الغير مكان الغير مكان و ترك شاغر يترك شاغر نحن عندنا مشكلة اليوم شواغر كبيرة جدا في أطراف بغداد في حزام بغداد في الشعلة في الحسينية في مناطق أطراف الدورة زين زين هاي الشواغر من ترجع تقول للمديريات يقول لك شه سوي لا سيجيني من الواسطة من فلاني المدير للعام أصبح حالة ضعيف ما يقدر يقف بوجه الجهة الأعلى منها أو في مجلس المحافظة أو المحافظة أو سواء في الوزارة و العقدة العقدة أنه نحن اليوم حتى ننجح يفترض أنطل الصلاحيات للتعيين إلى المديرية مديرية حسرة للمديرية حسرة و خلي الوزارة رقابة و خلي البرلمان رقابة و خلي المحافظة و مجلس المحافظة رقابة و المدير هو أدرى أهلا مكة أدرى بشعابها و باتر كل هذه الجهات تجتمع لتحاسم و تراقب المديرية وأن يكون توزيع الدرجات على سد الشواغر أجرد آني مدارسي أشوف مدارسي وين عندي نقصاني بيا مدرسة ما لي علاقة بالمنطقة قد يكون يعني أدع تشيلك على كاظمية الثالثة فرضا قد يكون داخل الكاظمية لنقصه بيا مدرسة بالكاظمية فرضا بالنواب فآني أجيب هاي المدرسة من المحيطين بهاي المدرسة هم أولى بالتعيين فرضا بالشعلة من المحيطين بهاي المدرسة فهم الأولى بالتعيين كذلك بالنسبة للتاجي والطاربية وأطراف الشعلة والحسينية هذا المقترح نثبت إيه أحنا اليوم ثبتنا هذا المقترح لأن اليوم طرحت إلى الأخوة في اللجنة المالية أخبار الموازن بس دقيقة أخبار الأقاليم المحافظات المنكوبة نوابك ترمر هذا القرار مولي بغداد لكل العراق أعرف الموازن فيما يخص الموازن المحافظات المنكوبة أستاذ لي إذا تسمحني هذا أكو تنمية تقاليم بها إذا عندك وثيقة اليوم تتشت بالاجتماع صح ولا غرف تتشت بالاجتماع نعم أكو بشارة خير المحافظات بإذن الله بإذن الله بإذن الله أكو تغيير نحو الأقال أكو تغيير بالموازن أخذ بطلباتنا نظر الاعتبار وقرروا الأخوة أنه يرجعوننا الخبر يوم الثنين القادم إن شاء الله طرحنا ملف التعويضات طرحنا ملف الأعمار طرحنا ملف تنمية الأقاليم طرحنا هواي ملفات لكن أنا أرجع لك على موضوع التربية لأنه ضروري جدا فأحنا من نجي على هذه المدارس نقول إنه إحنا نعمل على سد الشواغر وين عندنا شواغر فأحنا الدرجات نوجهها لسد الشواغر ما ننطيها على أساس المنطقة الفلانية ولمنطقة الفلانية قد المنطقة الفلانية ما بها شواغر لماذا أزيد الفيض مالها فأنا أنطي وين عندي نقص أوجه درجاتي بهذا التجاه هذا التوجه أولا ثم بعد هذا مهم ومهم يشاركني أخوي أستاذ الحد ومن فضل يعني ثم بعد ذلك أختار من أهالي هذه المنطقة أن يتعينون ليش لأنه من أختار من أهالي هذه المنطقة راح أضمن ما يطالبني باتش العقبة يقول لي تعرجعني للمركز راح أخلص من أجور النقل أجور المخاطرة ليش أنا يوميا وأخلص من هذا قانون حركة الملاك ومشغل التربية ومشغل المحافظة وواسطات على كدر أستاذ أحمد وإن تنبع الأمور المدربية رأي ممتاز وأنا أعطي الدرجة الأولى للمحاضرين 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 لأن المحاضر هذا اللي أبادر وإيجا ودرس أبنائنا ودرس تلاميذنا بشكل مجالي بشكل مجالي مجاني هو الأولى أنه لأنه أولا اكتسب كبرى ممتاز نحن هناك حالة في بغداد موجودة أنا أتكلم لك عن مثلا أبو غريب أو اللطيفية أو اليوسفية هذه المناطق حتى يعني قول رجب مناطق تعرف أنت اليوم أغلب اللي هاي سمونا من يتعين يروح قراءة واريال يروح قراءة واريال قراءة واريال مدلش كم سنوات خمس سنوات يبقى خمس سنوات أغلبهم حقيقة بسبب بعد المسافة يضطر شنو لو يشوف لواصة ويننقي لو يترك العمل مسافة فهي بيش يسدون لا وبعدهم يتهمونها لا يقول لك مناطق خطرة اي 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 هاي انه مناطق وتهدد انه بيسير سمعة المنطقة اي بل ضبط فشنو هذه المناطق اعتمدت على محاضرين زين انت اليوم المديرية يعني كل مديرية سيدا نجي على بغداد الكرخ الأولى والثانية ورصافة الأولى والثانية والثالثة زين هي أعرف بالشواغر احنا نعتقد يجب يعني أثني على كلام الأستاذ يجب أن تشكل اللجنة أو تكون مسؤولية المديرية أولا وتشكل لجانة رقابية جيد من قبل الوزارة ومن قبل المحافظة ومن قبل البرلمان حتى توزع بعدالة ونبتعد لأنه انت قاعد تشوف عندنا كليات كليات خرج آلاف مهلفة خصوصا في كليات التربية وكليات العداب اللي هم ممكن أن يقومون بعمل التدريس يعني هذا الموضوع حقيقي يجب أن يحل أما تجي انت موضوع مثل ما أنه أنا اليوم أخذي درجة الوظيفية تطيع المحافظة مرة تطيع محابات مرة علاقات مرة واصلات يقال أنه الدرجة الوظيفية في التربية وصلت أنه سبع تالاف دولار وثمان تالاف دولار وحتى في بعض الأحيان عشر تالاف حقيقة هذا شنو حتى نبتعد من هذا الموضوع يجب علينا أنه أنه تكون هي المديرية مثلا الأقسام تتابعة إليها مثلا السكرة الثانية الجوز تحتاج الهمية أنا ليش أجي أحولها ثلاثمية وسنوين يصير عندنا عمليات تسوية وهذا فاوض وهذا ونودي هذا قاعد يصير فبالتالي إحنا هناك أخطاع حقيقة بسبب عدم وجود تخطيط الإدارة الغير صحيحة الإدارة الغير صحيحة وعدم التخطيط الغير صحيحة هذا كل يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ممتاز حتى أنه المواطن العراقي الخريج يصير عنده أمل أنه يحصل أدارة جوزية تذكر كثيرا جدا والله يأمنوني بالتليفون و بالأستاذ ليث و بالفيس أنه موضوع الدرجات موضوع التخطيط موضوع التوجه لهذا الموضوع مهم جدا وتدري جيوش ملايين عندنا من العاطرين حتى لصحاب الوجور المجانية أستاذ أحمد عندنا فيسبوك زميلي المخرج حتى نرجع بتغريدات الشباب الأولى طيب أستاذ أحمد بالعودة إلى تغريدة السيد صدر ليث ماجد طبعا التغريدة التابعة لسيد مقدد صدر تعتبر الأولى من نوعها باستداف عدة جهات معينة توقع رسالة واضحة لانسحاب السيد هذا العامري من تحالف البناء و رسالة واضحة لتغيير ترشيح الفياض حسن تهديد بن فراط هذا تفسيرات الأخوة المتابعين للتغريدة تهديد بن فراط ممتاز عقد لتحالف بين الزعيمين السيد الصدر المحا إلى صفقات بيع المناصب بين ساسة السنة فقط و لم يذكر السياسيين الشيعة قد تكون رسالة مبطنة بشأن ترشيح الفياض لوزارة الداخلية الفياض سيكون السبب بانفراط العقد الوراء شباب الأخ مخلد حكم تدخل العميق مع معض الساسة فإن السيد الخنجر والسيد سليم و نعم وصلت وزارتهم مبالغ خيالية و نحو النينوى نطالب السيد العامري وسيد الصدر و غيرهم أن ينصف نينوى باختيار من يمثلهم في مجلس الوزراء الأخ نجم الحمد لله كرة أربع سنوات نقضيها بس الرسالة والتغريدات الأستاذ مهدي العساوي تغريدة السيد الصدر تمثل المسمار الأخير في نعش التحالف بين سائرون و الفتح و لم يبقى سوى اختيار كل الطرف للطريق الذي يخدم توجهاته عباس تمسك الفتح بالفياض كمرشح أوحد و عدم اعطاء المرونة في الترشيح أمر يضع الفتح في موقف الله حسد علي الأخير سنرجع للأخوة طولناها ها شباب الأخير حمز المعمور أعتقد الخطوة الأولى لكشف الاتفاقات السرية التي جرت بين الكتل السياسية وسيد الصدر بعد إعلان فو سائرون بالمرتبة الأولى وأعتقد أن سيد العامر رفع يده من بيع المناصب التي تحصل داخل التحالف والبناء من الداخل والدفاع الأخ عبدالله يهانة واضح للساسة السنة وهذا رأيه حسين جاسم جاءت هذه الرسالة بعد علم السيد الصدر بأن التحالف والبناء سيمضي باتجاه التصويت بالأغلبية لكونهم الكتلة الأكبر عدي العجمان نريد أسماء من يعرض ومن يشتري الأخير زيدون أعتقد بأنه كان من الأجدر بيا سيد مقتدى صدر كشف الأسماء إلى آخر ردك ساذا أحمد أرجع للسادة تتفقع تفسيرات تنطبق مقارنة كل شخص إلى وجهة نظار وهذه وجهة نظار قد تكون هي محترمة نعم 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 نحن نعتقد ما راح نضيف شيء لهذه التغريدات نحن اليوم إذا نتكلم عن هذه التغريدة اليوم السيد هاد العامري وبعض الأخوان لا بد من نكشف هذه الأسماء حتى نعريهم أمام الشعب العراقي لأن هؤلاء يعني القضية ليس خاصة بهم وإنما خاصة بالمصلحة العامة بوضع البلد ببناء البلد أعتقد هذه إحنا يجب إذا أكوهي الشخصيات علينا أنه يعني نصرح بيها ولا نخشى أحد وإحنا تعودنا من سماة السيد مقتدى أنه بكثير حتى أنه اللي تابعين سابقا كانوا يدعون باسمه فضحهم على الملأ إحنا نتمنى أنه تذكر هذه الأسماء حتى نتخلص من هذا وتتبرؤ منهم طبعا طبعا اليوم اليوم ماك واحد ماك واحد اليوم يعني مثلا ماشي بالطريق الصحيح يتحمل أخطاء وعبئة الآخرين وزر الوياي وزر الآخرين شون ذنب بالموضوع يقال أنه حتى الروساء اللوجان سيقضى للتوافقات لا شوف هي مقضية التوافقات وإنما قلت لك ما نتكلم نتمنى أنه نمضي بموضوع الاختيار هذه التوافقات صحيح بعض الكتل يعني إذا تجي أنت تنحسب يعني سأخذ نبدو بيني إذا انحسبت من الكتل الأليف الكتل الأليف هنا تسعة هس سمعت اليوم للمكون الشيعي خمسة فبالتالي المكون الشيعي بيفتحوا سائرون دولة القانون والنصر والحكمة أعتقد كلهم راح يبحثون عن هذا الموضوع فإحنا نتمنى أنه نبدأ من الكتل الشيعية أو المسميات الشيعية أنه حقيقة نتجاوز هذا الموضوع ونعطي الفرصة لأعضاء اللجنة باختيار من يرأسهم ونعتمد المعيار وهو الكفاءة والقدرة على أدارة اللجنة تدعموا لجنة النزاهة؟ نعم تدعموا لجنة النزاهة؟ التجارية وصليحة لا لا إذا تجي إذا عنده ملف فساد طبعا ما مغلول هو حتى ذكر لا هو الرجل يعني هسه هم قدامه يعني كان متهم في ملف جنائي والمحكمة والقضاء بره جيد يعني إحنا شيريد من يوم بعد ممتاز لا مانع لا لا أنا هسه مو بلجنة النزاهة هذه اللجان هاي اللجان جيد أنا مثلا بلجنة النزاهة لو كنت أقل لضم صوت يعني تعطوا صوتك لستالليت هذا السؤال كنت تسمي ممتاز تعطوا صوتك لستالليت؟ يعني هذا كون أنا أنا بحثة وأشوف برنامج لا 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 وقف لا أي هذا هو؟ لا أشوف برنامجه وقدرته على أدارة اللجنة ممتاز في قضية رؤساء اللجان يعني موضوع موضوع اللجان البرلمانية صار لقط كبير على موضوع اللجان والمجلس عاجز أنه يختار اللجان بالعكس المجلس غير عاجز والمجلس شكل اللجان في ظرف جلستين هو حسم موضوع اللجان ووزع أعضاء أكثر من ثلاثمائة وثمانة وعشرين عضو برلمان نائب عضو برلمان من النواب وقسمهم يعني بعضهم بلّب عدمها حسم أمره وما ردد القسم حتى اللي بعدها ما مردد قسم يعني البعض أيضا حدد له طبعا موضوع التغيير ما كان لتوافقاته الرغبة يعني نائب تلك خليل وحسب الرغبة كان ما رغب الاتفاق طيب لذلك أي شكلنا اللجان طلت الرئاسات الرئاسات ليست مصلحيات رئاسة المجلس تفضل الرئيس الفلان لذلك رح تكون انتخابات داخل اللجنة ممتاز تقضع للاتفاقات السياسية رح تكون الاتفاقات السياسية لها تأثير طبعا جيد ممتاز السيد ليت الدلمي النابع المحور للطني شكرا لوجودك ولصراحتك شكرا جزيلا لستاذ أحمد الكنان أيضا النابع الفتح شكرا لوجودك شكرا للرقام شكرا لهذه الإضاحات شكرا لرسالة تطمينية للشباب متفاعلين خير بالشباب القادم؟ شكرا بصراحة والله إن شاء الله خير للعراق بإذن الله ورح نحافظ عليه شكرا جزيلا نظيف الكرام شكرا لكم إن شاء الله بحث اللي غطة